لنقف أمام تقييم هذه التجربة بعد تجاوزها لستة أسابيع مسيرات العودة وصولاً إلى الظروة المنتظرة بعد يوم غد تزامناً مع الحدث الجلل وهو نقل السفارة الأمريكية من تل أبي إلى القدس التقييم والأهداف وهل فعلاً آتت أكل الأهداف هل وصلتم إلى الهدف المبتغى من هذه المسيرات بعد تجاوزها لأسابيعها الست؟ نعمل أن المسيرات العودة تسير بخطة ثابتة وتشك مجرى وطريق جديد في النظار الوطني الفلسطيني عبر المقاومة الشعبية الواضحة التي كان لها التفاف واسع من كل قطعات شعبنا وقد حققت جملة ومجموعة من الأهداف لكنها لم تصل إلى تحقيق الأهداف الرئيسية والأساسية منذ اللحظة الأولى لمسيرات العودة وضعت جملة من الأهداف تنمرجو تحقيقها سواء على صعيد إسقاط سبقة القرن وما يجري من مؤامرات تحاك ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية أو في إطار إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية أعتقد أن مسيرات العودة إعادة الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية ووضعت القضية الفلسطينية على أجندة وجدوى الأعمال المجتمع الدولي وأصبحت الخبر الرئيسي في كل وسائل الإعلام العربية والدولية وإن كان هناك محاولات إسرائيلية لحرف هذه لنقل الوهج السياسي للقضية الفلسطينية بحرفها نحو مصارات إقليمية نعم الاحتلال الإسرائيلي هو يحاول التفاف على هذه المسيرات يحاول التشويش على هذه المسيرات يحاول إعطائها بعد آخر أمام المجتمع الدولي لكن كل هذه المحاولات أعتقد أنها محاولات فاشلة ويائسة ولم تنجح في تغيير الصورة التي قدمها شعبنا عبر هذه المسيرات على امتداد السفة الصبيع الماضية قدمنا صورة رائعة أمام العالم أمام المجتمع الدولي نحن شعب يتوق للحرية للعودة للاستقلال للحقوق للعيش بكرامة وبإنسانية أمام كل هذا العالم وأيضا أعتقد أن هذه المسيرات أربكت حسابات الإسرائيليين وجعلت حالة السنزاف لدى الإسرائيلي وجعلت أن هذا الموضوع هو موضوع إرباك وموضوع أساسي ورئيسي لدى الحكومة الإسرائيلية تتحرك على كل الأصعدة من أجل إفشال هذه المسيرات من أجل الالتفاف على أهداف هذه المسيرات لكن كل هذه المحاولات بقت بالفشل نحن يفصلنا يومين عن يوم 14.05 يوم نقل السفارة الأمريكية للقدس يفصلنا يومين عن أيضا ذكرى النكبة الأليمة كيف سنواجه هذا الاحتلال الإسرائيلي أعتقد أننا سنكون أمام طوفان كبير من الجماهير شعبنا في كل مكان في غزة وفي الضفة الغربية لنقول لا لهذه المؤامرة لنقول أن هذه المؤامرة هذه الصفقة لا يمكن أن تمر والشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة هذا النضال بهذا الشكل حتى إسقاط كل هذه المؤامرة